هنتكلم بقى من دلوقتي مع حضراتكوا على أهم حاجة وهو سعر العربية سعر العربية الدونجي فينجي الهيوش بيتيجي بمليون سبعمية السلام عليكم منزوكما جميعا عملين ايه معك احمد كامل من ورد ليد اوتو مع حضراتكوا في فيديو جديد وعربية جديدة في السوق المصري وهي الدونجي فينجي الهيوش العربية ان شاء الله هنشرحها شرحي تفصيلي مش هيخلص الفيديو غير لما اكون عارف كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة عن العربية الدونجي فينجي انزل بسرعة من اشتركي جميل بتاعنا فهي عزر الجرس لشان ان شاء الله كل يجيدي من ورد ليد اوتو بيتيجي فيسبوك هنحط اللينك بتاع تحت في الديسكريبشن ببقى بقى اصعار العربية وبنتبق اخبار العربيات اول باول تابعونا لو هنتكلم على اهم حاجة في اي عربية واهم ما يميز العربية الهيوش وهو المطور اللي بيجي معاك هايبرد بيجي 1500 سي سي تيربو 241 حسان 540 نيوتن السرعة كصوى للعربية بتيجي معاك 180 كيلو متر في الساعة والعربية دي بتمشي في التفويلة وفي الشحنة الوحدة بتوصل لتسعمية تسعمية وخمسين كيلو متر وحاجة ممتازة وكويسة جدا جدا احنا دلوقت بكنا في زمن الكهربا وفي زمن العربيات الكهربا والبطاريات اغلب دلوقتي العرب蒲 تنزل والذلك موجودة الصيني والعرب認 الكهرباء واي اصل العربات الكهرباء اغلبها الصيني لو هنشرح مع حضراتكم الشكل الخارجي اللي موجود فيه العربية عarios هوار لحضراتكم مفتاح العربية اللي شكله شيك جدا جدا دهو شكل مفتاح العربية العربية بتتقدم بكمية اوبشن وكمية دلع من هنا للصبح عربية ممتازة جدا جدا هتشوفوا كل دوت مع حضراتكو في الفيديو زي ما انتوا شايفين الإضاءة النهارية اللي بتيجي معاك اليد والفوانيس اللي بتيجي برضو معاك اليد والشبكة الامامية الضخمة جدا اللي بتيجي بيه اللون الاسود اللامة العربية طبعا موجود فيها كاميرات 360 درجة ودهية اول كاميرا موجودة معنا وطبعا لوجو دونجبينجي وكلمة إليوس ده بالنسبة لمقدمة العربية فاول حاجة يعنيك هتيجي عليها من الجنب هو الجنب اللي ضخم جدا جدا اللي بيجي معاك 19 بوصر جنب العربية عملي وسالس العربية طبعا بتيجي معاك السقف بليجي باللون الاسود والباضي العربية بيجي باللون تاني المريات طبعا بتيجي ضم كهرباء زي ما حضراتكو شايفين دخول وخروج بدون مفتاح وستارت ستوب انجين للأسف العربية ما بتنزلش بإزاز في مية نيجي دلوقتي ما حضراتكو نشرح شكل العربية من الخلفي تابعون مثل ما انتم شايفين الخلفي اللي شكله شيك ومميز جدا جدا والسنسور الخلفي والكاميرا الخلفية وطبعا شايفين الإضاءة برضو اللي شكلها جامد العربية طبعا بتيجي معاك بشنطة كهرباء زي ما حضراتكو شايفين المساحة اللي موجودة فيها ممتازة وكويسة جدا جدا وهتشيل حاجات كتير وتقدر تنامي الكراسة اللي موجودة في الكلبة الخلفية برضو وتكبر معاك مساحة الشنطة وهتيجي هنا تبص أول ما تفتح العربية فمش عارف ده دينمو اللي موجود ولا دي دي البطارية هي أو ده دينمو حاجة زي كده ومعاك الطفاية ومعاك الكوريك اللي موجود في العربية تمام نخش دلوقتي مع حضراتكو ونشرح المساحات اللي موجودة فيه الكنبة الخلفية تابعون فاق المساحات اللي موجودة في الكنبة الخلفية فيه العربية الهيوش حدس ولا حرك ممتازة جدا جدا زي ما حضراتكو شايفين الكراسة الامامية احنا مرجعنا لأتبر على الاخر قائس عشان نشوف المساحة وراها تبقى عاملة زي فزي ما انتو شايفين المسافة اللي ما بينه ما بين الكورسي الامامية ممتازة وكويسة جدا جدا الاي مش عيكك نهائي وانت داخل او انت خارج نفس الكلام المسافة اللي ما بينك وما بين السقف ممتازة وكويسة جدا جدا الخامات اللي موجودة في العربية اللهو اكبر من الحاجات القلاقية اللي نركب اي عربية وما نلاحظش البلاستيك في الابواب هنا الكوزء ده كله صفت تطش وتحت جلد ومسناد ايدك بيجي من الجلد والاكرة طبعا بتيجي معاك من الكروم والفرش اللي موجود في العربية كله بيجي معاك برضو جلد الكراسي اللي موجودة في العربية كراسي مريحة معاك فتحت تكيف خلفية ومخرج يوس بي وتحت مساحة تخزين نفق الفتيس يعتبر العربية مفيش فيها نفق الفتيس نهائي هتاخد تلات اشخاص مرتاحين هيعودوا في الكنبة الخلفية ومعاك طبعا مسناد ياد وسطي ومعاك برضو اتنين كاب هولدر نخش دلوقت مع حضراتكو نشرح الصالون الامامي اللي شكله جامد جدا جدا ما شاء الله عليك تابعونا نشرح دلوقت مع حضراتكو الصالون الامامي للعربية اول حاجة كده ندور مع حضراتكو العربية العربية كده ضورت هل حد فيكو سمع اي حاجة استحالة تسمع اي حاجة هي دي ميزة العربيات الكهرباء هي دي حلاوة العربيات الكهرباء ان انت حرفيا ما بتسمعش اي حاجة لها صمتة طبعا العربية بتيجي بشاشتين كل واحدة بتيجي معاك اتناشر وتلاتة من عشرة بوس زي ما انتو شايفين كده دي هي العددات اللي موجودة معاك في العربية وده شكل الطارة اللي برضو اللي شكلها شيك وجميل جدا جدا انا معاك اوامر صمتية والتحكم في المالتي ميديا ومثبت السرعة اللي موجود معاك نبص كده على الكاميرا الخلفية الكاميرات بيزم الله ما شاء الله ممتازة وكويسة جدا جدا بتاعها ممتازة جماعة نبص دي الكاميرات التلتمية وستين العربية ما شاء الله عليها الكاميرات ممتازة جدا جدا ننزل هنا لتحت شوية الجزء ده طبعا برضو بيجي معاك كله تاتش ده الزرار بتاع الانتظار ودوت هنا التكييف اللي موجود في العربية كده احنا شغلناها مع حضراتكم هنا بتعلي وبتوطي المروحة وهنا بتتحكم في درجة البرودة اللي موجودة في العربية وهنا الزرارين دول بتوع السخنات وهنا بتقفل دخول وخروج اي هوا خارجي سواء بقى انتراب او اي حاجة برا وانصحك ان انت تبقى عامله على الوضاية ديت على طول وهنا ده الزرار بتاع الاوتو اللي بيشغل التكييف على اقصى برودة بسرعة وهنا ده الزرار طبعا بتاع المود كده احنا مشغلين مع حضراتكم التكييف اللي موجود في العربية ننزل هنا تحت شواء فهنا عندك ده الشاحن الوايرلس ده واتناقل الحركة اللي موجود فيه العربية معك اتنين كاب هولدر البكرة ده طبعا بتاعت الدرايف مود لو هنبص هنا كده العربية كلها بالسيني ده نظام الايكو ده السبورت ده النورمل وده الايكو زي ما حضراتكم شفته نيجي هنا دي فرامل اليد الكهرباء ودوت الاوتو هولد اللي موجود في العربية الكونسول الوسط زي ما حضراتكم شايفين اللي بيجي كله من الجلد المساحة اللي موجودة فيه برضو ممتازة وكويسة جدا جدا معاك تحت تلاجة مخرج تكييف موجود هنا بص هنا على المساحات برضو ممتازة وكويسة جدا الخامات اللي موجودة في العربية بصوا التجزيعة دي العربية حرفيا جمدة جمدة مصروف عليها زي ما بيقول كل ده الخامات اللي موجودة فيها يا جماعة ممتازة ممتازة بجد نيجي هنا على الجن طبعا ده التحكم فيه المرايط اللي موجودة في العربية ودوت الازاز الكهرباء وهنا بتقفل التحكم فيه الازاز وده اللوك وهي الاكرة طبعا اللي وردتها لحضراتكم بتيجي كلها معاك من الكرو. هنا بتفتح الشنطة وهنا بتتحكم في العدسة بتاعت الاضاءة اللي قدام. ملاية زيتات التعتيم. شماسة موجود فيها ملاية واضاءة. نفس الكلام لساق كوي الراكب الامامي. فتحت السقف البانوراما الكبيرة والضخمة جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين لحد اخر الكرسيين اللي موجودين ورا. تمام كده هنبقى دلوقتي مع حضراتكم على اخر واهم جزء في الفيديو. تابعونا. احنا دلوقتي مع حضراتكم في اخر واهم جزء في الفيديو. العربية بتتقدم بستة ارباج وي بي اس وي بي دي وي اس بي تقريبا اغلب او كل عوامل الامان اللي موجودة في الفرامل العربية مجهزة بكافة عوامل الامان ممتازة وكويزة جدا 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 زي ما قلت لحضراتكم بتيجي بشيات اتناشر وتلاتة من عشرة بوصة جنت تسعتاشر بوصة سقف بانوراما شاحن ويرلس سخنات وتكييف لكرسي السواق والراكب الامامي والكراسي طبعا بتيجي كهرباء الامامية ومفتاح زكي. هنتكلم بقى ما دلوقتي مع حضراتكم على اهم حاجة وهو سعر العربية. سعر العربية دونجي فينجي الهيوش بتيجي بمليون سبعمية وخمسين الف جنيه فقط لغير. العربية زي ما قلت لحضراتكم بعيدا عن السعر هي ممتازة واللي بتقدمه ممتاز الخامات اللي موجودة فيها ممتازة وكويزة جدا جدا زي ما قلت لحضراتكم العربية تقريبا بتمشي في الشحنة او في التفيلة الواحدة بتتكلم في تسعمية تسعمية وخمسين كيلو. حاجة برضو ممتازة وكويزة جدا جدا هتوفر لك جامد. زيها طبعا زي باقي العربيات الكهرباء اللي طبعتها هي عربيات موفرة مش بتكلفة كتير لها ساعتها بس بتتمنها وبعدها كانت تقريبا ولا بتدفع صيانات ولا بتدفع زيوت شفت بالوقت لستة الاخيرة بتاعت جراكن الزيت بقت عاملة كام ولا البنزين اللي كل شوية بيزيد الكلام ده كل ما بتدفعش اي حاجة تقريبا. كده احنا شرحنا كل حاجة موجودة في العربية. لو في اي حاجة احنا نسيناها او في اي عربيات جاية حابين احنا نصورها اكتبوا هنا تحت في الكومنتات وهحاول ان احنا ان شاء الله نوفرها ونصورها. ما تنساش تعمل الشتراكة الجميل بتاعنا في زي رجلنا عشان نصلى كل جديد من بيجي في سبوك هحطي الانك بتاعت في ديسكريبشان ببعلي قبديل. ده اصعر العربات وبتابقى اخبار العربات اول باول. شكرا.